السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله في هذه الحلقة ذات الموضوع الرباني واطيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا نقوم بعبادة التدبر والتأمل في كلام الله جل علا ما زلنا مع سورة ياسيم هذه السورة المباركة التي تسمى قلب القرآن ففي الحديث الصحيح لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسيم سورة عظيمة وجليلة تعرفنا من خلالها عن عدة تعاليم ربانية موجهة الى كل الخلق ونحن طبعا من بين الخلق ربنا من خلال هذه السورة يؤكد على صدق الدعوة الاسلامية وان القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين المنزل على قلب النبي الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال السورة ربنا يعلمنا حقيقة العقيدة الاسلامية المبنية على التفكر والنظر نبني العقيدة أولا على كتاب الله الوحي المنزل وأيضا على التدبر في ملكوت الله عشنا لحظات عظيمة مع سورة ياسين وربنا يقدم لنا الآيات وآية لهم آيات في السماء في الفلك في النجوم في الكواكب في الشمس في القمر وفي كل المخلوقات كل شيء يدل على أنه الصانع وعلى أنه الواحد فالسورة تعطينا أيضا أحداث عن أقوام خلو كانوا يشككون في العقيدة والدين وبعت الله إليهم رسل وجاء بأولياء ودعاة صالحين ثم كان مصير الجميع الموت ولكن بعد الموت هناك فرق كبير الذين تعنتوا كان مآلهم النار والذين صدقوا في إيمانهم كان مآلهم الجنة والنعيم المقيم هكذا الصورة تحمل عدة قضايا كلها مواعد كلها عبر إذا قرأتها على القلب الميت يحيى حتى إن من فضل هذه الصورة أنها نقرأها على موتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقرأوا يا سين على موتاكم لأن فيها رحمة بل إن القلب الميت إذا قرأته عليه يحيى هذا القلب ومن قرأها فإن الله تعالى ينجيه من الخوف وينجيه إذا كان يتعرض للظلم ومن أسرارها أنها جالبة للرزق وجالبة للحظ السعيد وأنها دافعة للبلاد علينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نقرأ هذه الصورة باستمرار فيها فضل كبير نواصل حيثما وصلنا وصلنا إلى الآية ستين من سورة ياسيم نقرأ نقرأ ثم نتأمل ونتدبر في الخطاب الإلهي قال ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما احسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم هكذا أي الأحب الكرام تختتم سورة ياسين هذه السورة المباركة التي نحن جميعا مطالبين بأن نقرأها باستمرار وإن حفظناها عن دهر قلب كنا ورب الكعبة من الفائزين في هذا المقطع الأخير بعد أن عرض الله سبحانه وتعالى كل الآيات وكل الأدلة وكل البرهيم على وجوده أولا أنه الله الواحد الأحد الفرض الصمد وقد أعطانا الأدلة الكافية قال نتدبر في هذا الكون الفسيح هذه النجوم هذه الأفلاك هذه الشموس هذه الأقمار هذه السماء من رفعها بغير عمد وأنتم وفي أنفسكم أفلا تبصرون كل شيء يدل على أنه الواحد وعلى أنه الصانع وعلى أنه الفرض الصمد ثم ساق الأدلة على صدق دعوة النبي المصطفى أن سيدنا النبي محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكن أن يصيغ قرآن بهذا المستوى من الإعجاز والإبداع ثم ذكرنا بأنه بعد الموت هناك البعت وهناك النشور وهناك الحساب وهناك الجزاء كل هذه القضايا عرضها ربنا عز وجل في سورة يسين وصاق لغاء الأدلة والبراهين والأساليب المتنوعة ثم يختم هنا فيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه الآية ذكرها ربنا عز وجل لما اطلع على أهل النار قبلها ماذا قال وامتاز اليوم أيها المجرمون حينما جاء البعت والنشور وجاء الفصل ثم دخل أهد الجنة إلى الجنة في نعيم مقيم وكانوا أهل النار يتعدبون في نار جهنم والعياد بالله ماذا قال ربنا عز وجل وامتاز اليوم أيها المجرمون كنتوا في الدنيا تشعرون بأنكم الأكابر تشعرون بأنكم الأسياد تشعرون بأنكم تمتازون عن الخلق عندكم امتيازات عن الخلق أنتم لستم كبقية الخلق وتستكبرون على الله بغير علم ربنا يقول لهم هذا الامتياز ستجدون مثله أو ضده في الآخرة وامتاز اليوم أيها المجرمون هذا أسلوب السخرية الله تعالى يسحر من المشركين والكافرين فيخاطبهم بنفس الألفاظ التي كانوا يستعملونها في الدنيا ألم أهد إليكم يا بني آدم ربنا وكأنه يتحصر عليهم يا بني آدم كل الأنبياء الذي بعدت إليكم وكل الكتب المقدسة التي أرسلت إليكم وكل الآيات الدالة على قدرتي وعلى حسابي كل غادة ومع ذلك أنتم صم بكم عمي لماذا؟ ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا السيرة المستقيم العبادة نوعاً إما عبادة الرحمن سبحانه وتعالى على الطريق المستقيم أو عبادة الشيطان ما دون عبادة الرحمن هي عبادة الشيطان وقد تتذوع هناك من يعبد الأصنام والأوتان وهناك من يعبد العرافين والمشعودين والشوفات هناك من يعبد من يقرأ الفنجان ويقرأ الكف ويقرأ النجوم هناك من يعبد المال الدنار والدرهم هناك من يعبد الشهوات والملدات الآثمة المحرمة وهناك من يعبد الإيديولوجيات والأفكار الغريبة وهناك من يعبد مباشر الشيطان نعم هناك عباد الشيطان وهي عبادة منتشرة متواجدة في العالم الغربي وكنا نسمع بها بين والفين والأخرى في العالم الإسلامي وفي العالم العربي حتى في مغربنا العزيز سمعنا منذ حوالي عشر سنوات ما يسمى بعباد الشيطان وقد قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليهم وعطتهم تهمة ما يسمى بزعزعة عقيدة مسلم وفيما بعد تم العفو عنهم لأن القضية مرتبطة بحرية الفكر وحرية الاعتقاد ولا ينبغي للقانون أن يعاقب الإنسان على حرية التدين لأن الله تعالى يقول لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن هؤلاء يغرون الأبرياء وضعاف العقول فربنا عز وجل يجمع هؤلاء كلهم في جميع الأزمنة ويقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الشيطان هو الذي أخرج أباكم من الجنة هو الذي أغواه ثم كان لكم بالمرصاد كل واحد منكم أته الشيطان بطريقة اللي جاه من المال اللي جاه من الشهوات اللي جاه من الشبهات اللي جاه من الإيديولوجيات واللي جاه بأسالي متعددة ثم قال ربنا عز وجل وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ربنا يبلغ الحسرة للعباد يا عباد يا أبنى آدم لقد أضل منكم جبلا كثيرًا ما معنى جبلا كثيرًا يعني أجيال كثيرًا تاريخ البشرية فيه الملايير دي الملايير يكفي أن نحن الآن نحن الآن في العالم حوالي 8 مليارات الآن نحن حوالي 7 مليارات ونصف وزيادة ففي كل زمان كان هناك مليارات وإذا قمنا بعملية حسابية منذ أول الخليقة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة سيكون عدد الخلق مليارات لمليارات ولكن للأسف أعظمهم وأكثرهم يصدون عن ذكر الله ويعتبرون الخطاب الديني متخلف وأنه ضد الحضارة وضد التقدم وضد الحداثة وأن السبب الذي جعل الناس متخلفين هو أنهم يعتمدون على هذا الخطاب الديني فلهذا يحاربون إما مرة بأنهم يروجون للإرهاب أو يروجون للتطرف الديني أو أنهم يضعون مانع نهو عجلة التقدم والتنمية دائما أنك اتهامات فربنا عز وجل يبلغ الحصرة للعباد ويقول وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أن أجياء الكثيرة أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ؟ أَلَمْ أَعْطِكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهُ عَقَلْ لِكِ تَتَفَكَّرُوا وَتَتَبَّرُوا؟ المسألة واضحة بيّنة لماذا أنتم أخفيتموها؟ أَلَمْ أَعْطِكُمْ أَيُوَا الْخَلْقِ فِطْرَةٌ سَلِيمَةٌ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله دليل الفطرة عندنا جميعا المولود يخرج من بطن أمه وعنده دليل الفطرة ثم لما يكبر يعطيه الله تعالى دليل العقل ثم لما يعيش يعطيه الله تعالى دليل الكون المادي ثم لما يقرأ القرآن يجد فيه أدلة كثيرة كل هذه الأدلة وأنتم ترفضون أفلا تعقلون فيوبخ ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين والضالين والملحدين والمحاربين كلهم لما يحكم حكمه الأزلي ويرمي بهم في النار والعياد بالله ماذا يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ربنا كان يتوعد بأن كل من كان كافر أو مشرك أو ملحد أو محارب للدين هذا مآله إلى النار لأنه بعد الموت هناك دارين فقط إما جنة وإما نار فابحث عن موقع قدمك هؤلاء المحاربين والمشككين ربنا قد وعدهم أو وعدهم بالنار فهنا وكأن الله تعالى يحكي عن ما سوف يقع لم يحدث بعد البعث والنشور والحساب لكن هذا في المستقبل لكن الله تعالى ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل الله تعالى ينظر إلى الوجود بعين واحدة ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل نحن البشر عندنا الحاضر والماضي والمستقبل لأننا جميعا محكمون بدوران الشمس والقمر ومرور الأيام والشهور والسنين أما الله تعالى فهو خالق القمر والشمس والزمان والمكان فهو لا يحكمه شيء فهو يرى ما الذي باعتبار ما قد يقع أن هؤلاء المتشككين كان مآلهم النار فيبلغهم الحسرة هذه النار التي كنتم توعدون إصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون إصلاوها بمعنى أنها صلية أنها يستنونها وجلدهم يقوم بتلفحه النيران من كل جانب تحيط بهم النار من كل جانب لماذا بسبب كفرهم وعنادهم لو آمنوا بالله لو كانت في قلبهم مثل حبة خردل من إيمان ما دخلوا النار لكنهم كانوا أئمة الكفر وكانوا ينشرون الكفر وكل من دعا إلى الإيمان كانوا يتصدون لهم فهؤلاء كانوا في الدنيا كثيري الكلام عندهم قدرة على الحجاج واللجاج وعلى سوق البراهين منذ زمان إلى عصرنا هذا اليوم من يتابع المشهد التقافي والمشهد الإعلامي العالمي يجد هناك العشرات من القنوات والعشرات من المواقع متخصصة في نشر الإلحاد أو في ضرب الدين الإسلامي عدد كبير وعندها تمويلات حتى في العالم العربي وفي العالم الإسلامي هناك أساتد يتبجحون بالفكر الحر ويتبجحون بالعقيدة الحرة وأنه لا إكره في الدين لكنهم بذلك يحاربون كل دين هؤلاء عندهم قدرة غريبة تجدهم في الأول يدرسون الفلسفة والفلسفة ليس لغاية الوصول الحقيقة وإنما الفلسفة للصفصة لقيبين الشيء ونقيدة وفئة واحد هي صفصة أكثر منها فلسفة ثم إنهم يتعلمون أسلوب الجدل أنك تقول له الكلام فيجادلك ويتعلمون المنطق والبرهان والقدرة على اللجاج فهؤلاء لن تستطيع أن تغلبهم يما نتابع عبر قنوات أو نحضر في بعض المجالس يكون هناك مناظرات ما بين هؤلاء وما بين بعض المتدينين فيغلبون المتدينين لأن المتدين هو على حق بالإيمان وبالقرآن وبالسنة لكن ما عنده قدرة على الجدال وما عنده قدرة على سوق البرهان وما درس المنطق الأرستي والمنطق الرياضي والمنطق بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم وما قرأ القياس القياس العلوي والقياس الأدنى والسفلي وما قرأ علوم كثيرة في علوم الجدل والمناظرة ما قرأها لكن هؤلاء عندهم باطل لكن عندهم آليات الاشتغال فعندهم قدرة على أنهم يسورون هذا أبيض وإذا أرادوا أن يعيده أسود تمكنوا من ذلك بيد أنهم في الآخرة ستتغير كل هذه الأشياء في الآخرة لما يجدن أنفسهم أمام الله تعالى والبعث والنشور سيتحدون ويحشرون جميع أدلتهم وبراهينهم لكي يدافعوا عن أنفسهم ما هي المفاجأة قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد الرجلهم بما كانوا يكسبون الله تعالى يختم على الأفواه هذا الفم لاحظوا الفم اغلق فمك اغلقه سترى بأن فمك سوف يخاط يوم القيامة يخاط كيعد الفم بحل حنك اللسان يصبح جامد لحمة جامدة غير قبل الحركة والشفتين ستعود كلها بحل حنك يعني مخيطة ختم عليها نختم على أفواههم يريد أن تكلم بالفم الفم لا يتكلم من الذي سوف يتكلم قال وتكلمنا أيديهم وتشهد الرجلهم بما كانوا يكسبون اليد تتكلم تقول يا ربي أنا سرقت وأنا ضربت وأنا فعلت وأنا تركت والرجل تقول أنا فعلت وكذا وجميع الأعضاء كلها تشهد حتى كل كل الأعضاء تشهد على كل شيء وحينما ينتهي الإشهاد ربنا يعطي الإدل لللسان فلما يتكلم اللسان يقول ويحك يا جسدي ويحكم يا أعضائي عليكم كنت أدافع وأنتم الآن قد ألبستمون كل هذه الأشياء فيصدق عليه القول اليوم نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد الرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبسرون الله تعالى يترك العيون هو يمسك اللسان لكنه يترك العيون تبسر فيرون الأشياء أمامهم لا يستطعون تغييرها لأن في الدنيا عندنا قدرات ربنا وهبها إلينا نغير الحقائق كم من أحد متهم دي الجريمة ويستطيع أنه ينصب محامي شاطر فيحصل له على البراءة وكم من أحد عنده علاقات مع مسؤولين كبار بمكالمة هاتفية يتغير النظام كله ويخرجه من التهمة بريئ لكن في الآخرة ربنا عز وجل يعقد محكمة هو حاكمها هو قاضيها فيعدل بين الخلق لما يختم على اللسان ويعطل جميع الجوارح تبقى العيون العين ترى كل شيء ترى ما يقع فالإنسان وكأن الله تعالى يقيم عليه الدليل على نفسك بصيرة يكفيك أن أنت شهيد على نفسك فاستبقوا الصراط فأن يبصرون سوف يرون الصراط الصراط هو طريق مؤدي إلى الجنة هذا الصراط كما جاء في بعض الحديث أحد الأحاديث أنه طويل جدا وأنه أرق من الشعر وأحد من السيف هذا الصراط هو الذي يفضي إلى الجنة فأرادوا أن يستبقوا المؤمنون يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف نحن جميعا نقول الصراط كل يوم على الأقل سبعة عشر مرة في صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا الصراط كل صلاء نقوله في اليوم سبعة عشر مرة في كل ركع نقوله جميعا كل المصلين ولهذا صلاتنا تشفع لنا صلاتنا تجعل المؤمنين في حماية يوم القيامة يقولك الله تعالى هذا الصراط كنت تقوله وتدعو الله تعالى أن يهديك إليه ها هو الآن المؤمن يمر عليه بسلام لأنه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيمر مرور الكرام وهناك من يمر مثل البرق وهناك من يجري وهناك من يزعف وهناك من من القبور القصور مباشرة لكن المشركين والكافرين والملحدين والمتشككين واللدينيين هؤلاء يبحثون عن الصراط ويحاولون بدكائهم أن يستبقوا الصراط القوش فلتع ويدوزوا منه لكن ربنا عز وجل يقول ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لا يرونه لأنه رقيق جدا أرق من الشعر وأحد من السيف يقولوا أين هو الصراط لا نراه ربنا عز وجل رغم أعطاهم البصر يرون مشاهد الحساب لكن لا يرون هذا الصراط ثم يقول تعالى ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موضيا ولا يرجعون مما نمسخناهم ذيك اللحظة الناس يهيجون هيجان شفت بغير مرض كورونا والناس كلهم في هيجان وزراء ومسؤولين في الصحة ومسؤولين سياسيين ومسؤولين تجاريين وتلسانة إعلامية وعموم الشعب والمدارس هلع رغم أنه ميكروب صغير ويالله في المراحل الأولى ما الذي وقع أما يوم القيامة لما تتغير الشمس والقمر والكواكب والنجوم والخروج من القبور عالم غريب مخيف في هذه اللحظة هؤلاء المتشككون يريدون أن يعتمدوا على عقولهم كما كانوا في الدنيا وعلى خبرتهم كما كانوا في الدنيا وعلى زبانيتهم ومعارفهم كما كانوا في الدنيا لكن الله تعالى يقول ما كان في الدنيا راح أنتم الآن حفاتا عرات بين أيدينا فيحاول أن يهرب فقال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم قال المفسرون معنى أن الله تعالى يصلبه مسخه بمعنى جعله صنبا يريد الحركة يريد الجري العدو القفز لا يستطيع يحرك يده ما يستطيع يحرك عنقه ما يستطيع وكأنه جدع نخل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضية ولا يرجعون ما يقدر يتقدم ما يقدر يتأخر حتى تلفحه النار والعياد بالله ثم يقول الله تعالى بعدها ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون هذه الآية لما نزلت كان بعض المشركين وهم كبار سم كانوا يكيلون الضعفاء من أهل الإيمان العذاب والتنتيل وكان سيدنا النبي يقول أنتم كبرتم على الأقل آمنوا لعل الله يختم لكم بالحسنة وفعلا بعد مدة شاخوا فهرموا ثماردوا فماتوا ماتوا على كفرهم والعيادوا بالله ربنا يعطينا قضية معروفة وهي أن الحياة الدنيا لا تسوي أي شيء لماذا نتسرع عليها ما تسوي عند الله شيء الإنسان يعيش ما معاش ولما يصل إلى سن معين ينكس في الخلق ومن نعمره كل مطول كيف تستين عام سبعين عام ثمانين عام هش كيبقى في الإنسان ومن نعمره كي يطول في العمور ننكسه في الخلق كي يعد كل عيوب ذهب عنده البصر وقل سمعه وأصابه الخرف أصابه الزهايمر والركب واللولاشين الأعظم صار ضعيف والعمود الفقاري لا يستطيع أن يقيمه والرغم في الطعام ما عنده شهية عنده سكري وضغط دم وعنده كذا وكذا حتى إذا أرد أن يستفرغ ما يستطيع كل قصعوبة كبيرة ربك ارحمنا ملكا كبرو يأخذنا إليه لو ترك الإنسان بعد الثمانين والتسعين لا يكون حاله حاله هو متعب ومن حوله متعبين كم رأيت أناس عندهم أهالي وقد تجاوزوا التسعين ولك يطلبوا الله عفاك لما طلب الله تعالى يقبض أرواحهم يرتاحوا يرتاحوا منهم ما يستطيعون لأن هناك التعب الشديد والألم الشديد وكيب بعض الصالحين كان عارفون كي يزورون كبار في سن يقول دعي معي الله يقبض روحي يضغيع حتى لا من تخلف في أيدي آخرين ما فيهم رحمة إذا أخذ الله وروحي يرحمني لذا قال تعالى ومن نعمره ننقلسه في الخلق أفلا تعقلون تعقلون سبحانه العظيم القضية غير مرتبطة بالإنسان مرتبطة بالدول والحضارات والأمم حتى الدول كده الدولة كتكون في الهون أشياء وكتكبر وتشيخ وتهرم كم من دول قامت وبعد مدة سقطت ويقال بأن الفين وعشرين الله يسترنى وإياكم هناك دول سوف تسقط الفين وعشرين اللي في كورونا قد تكون في أحداث خطيرة للغاية والعياد بالله منها كسد اقتصادي وسقوط دول عظمى وتغيير الخريطة العالمية والنظام الدولي الجديد كله غير تغيير الفين وعشرين غريبة من مرض كورونا غامدخل غامدخل أما ما سياتي فيما بعد غرائب وعجائب احتقلوا أن بعض دول شاخت طال عمورها وجاء وقت أنها تنكس تنكس أعلامها ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون إلى أن قال تعالى وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ هذه الآية جاءت رداً على المشركين يقول بأن محمد هو الذي افترى واختلق هذا الكتاب وسمّه قرآن هذا كل كلام محمد محمد كان شاعر محمد كان يقول الشاعر ويقول الأدب وتعلم الفكر وصاغ هذا الكلام وبدأ يروجه بين الناس وكل هذا كذب وبهتان لأن مشركي قريش كانوا يعلمون بأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ ولم يكتب لم يدخل إلى مدرسة ولم يدخل إلى كتاب ولم يتعلم من شيخ أو من فيلسوف أو من مفكر سيدنا النبي منذ أن عاش كان أمي والأمي هو الذي لم يفارق نهر أمه وكان يرعى الغنم حتى كبر كان معروفا بأنه الصادق الأمين فقط أنه صادق أمين لهذا ربنا عز وجل أعطاه الرسالة لصدقه ولأمانته وهم يعلمون كل هذا علم اليقين لهذا من باب الدعاية السياسية لأنهم لحظوا بأن الإسلام بدأ ينتشر فلا بد من الشائعات كلما انتشر الإسلام هناك حروب إما أن نقوم بدرب المؤيدين والدعاة وإما أن نحاصر الدعوة وإذا لم نستطع يكفينا طريقة سهلة وهي أن نصدر شائعات نقوم افتراءات نشوه سمعة الدعاة والعلماء والفقهاء والصالحين ونشوه القرآن ونشوه الجهادات الفقهية ونشوه سهل جدا هذا من باب الدعاية هكذا فعلوا مع النبي الكريم قالوا إنه شاعر وإنه كاهن وإنه كاتب فقال تعالى ينفي كل هذا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما ينبغي لمحمد تعالى الشعر سيدنا محمد لم يكن يحتاج إلى معلم ولم يكن يبحث حتى لكي يحفظ بل ربنا عز وجل سكب في قلبه الطاهر نور القرآن فصار يخرج من قلبه ومن فمه إنه إلا ذكر وقرآن مبين القرآن ذكر ذكر لله كلما قرأت القرآن إنك تذكر الله رب العالمين وقرآن معناه فاصل بين الحق والباطل وهو مبين بين لا يحتاج إلى تفسير القرآن الكريم لا حاجة إلى تفسيره يفسر نفسه بنفسه لأنه كلام ميسر لماذا كل هذا؟ لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين القرآن يحيي القلوب لتنذر من كان حيا من كان قلبه حي يسمع أي آية قرآنية يبكي كان بات صحبة مجرد أن يسمع المقطع الأول من القرآن يبكي وتخشعر جلوده ويشعر بالخوف والوجل لماذا؟ لأن قلبه حي لكن هناك أونس آخرين قلوبهم ميتة ولو تقرأ عليهم ستين حزب بأشجاء الأصوات وبالتجويد والترتيل والنغم وتأتي بكل الأدلة والبراهيم لا يستمعون لأن قلبه ميتة فقال ربنا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أي أن الله يقيم الحج عليهم لأن يوم القيامة سيحتج هؤلاء يقول ربنا عز وجل ألم أبعت إليكم رسل وأنبياء؟ ألم آتيكم بكتب مقدسة؟ ألم أجعل بعد الرسل أولياء؟ ألم أجعل مع الأولياء علماء؟ ألم أجعل مع العلماء محدثين وفقهاء؟ ألم أجعل صالحين ومصلحات ومقرئين وقارئات؟ ألم كل ودي أدلة وبراهيم؟ حتى لا ليس هناك أي عضر لسلي تشبت به إلى أن يقول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟ انظروا إلى الأسلوب القرآني بعد أن يكون هناك أسلوب التهديد وأسلوب الوعيد ربنا ينطلق إلى أسلوب آخر أسلوب الوعد وأسلوب الدعوة الصالحة والرقة والنطف في هذا المقطع ربنا عز وجل يتودد إلى خلقه كلهم المؤمن والكافر والمشرك يتودد إلى كل الخلق يقول يا عبادي ألم تروا مما عملت أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن أدعام انظروا إلى الأدعام انظروا إلى البقر إلى المواشي إلى المعز إلى الجمال إلى الخيول إلى البغال إلى سائر المخلوقات لخلق الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا بمعنى أنه خلق بأيدي الله ربنا عز وجل خلق هذا الخلق بيده مما عملت أيدينا أنعاما فهم لهم مالكون ربي اللي خلق لأنعام وعطى لكم ملكتها وهذه يقول لك أنا أملك ألف فرس وأنا أملك ألفي رأس دي الجمال وأنا أملك أربعة ألف رأس دي البقر وأخر يقول أنا أملك واد من الغنم الناس يتفخرون فيما بينهم كم يملكون من رؤوس الغنم والبقر والخيول مع العين بأنهم لم يخلقوها وإن مسار مالك إلاها من الذي خلقها الله سبحانه وتعالى ثم تنعم علينا وتفضل علينا ومن لكها لنا فأنتم لها مالكون ودللناها لكم فمنها ركوب ومنها يأكلون ربنا جعل هذه الأنعام جعلها دليلة تصور أن الفرس بقوته والجمل بجبروته والطور بعزته وغيره من الحيوانات كلها دليلة ربنا وذللناها لهم جعلها تستسلم للإنسان وتخضع للإنسان ويرعاها الإنسان ويتحكم فيها الإنسان لو شاء ربك لجعلها مفتريسة تقترب منها فتهجم عليك لكن الله تعالى رغم قوتها جعلها دليلة هيينة للإنسان ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون بعض الأنعام نستعمل للركوب كالجمال وكالخيول وكالحمير والبغال والبعض الآخر نستعمل للطعام كالبقر وكالمواشي والمعز وغيرها ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب منافع فيها لحم فيها ألبان فيها صوف فيها جلد انظروا إلى موسم الفلاحة إلى معارض الفلاحة شحل دل الخيرات في وضوع الناس شحل من المنتجات تستخرج من الحيوانات من جلود ومن ألبان ومن زبادي فروماج وغيرها خير كثير كل هذا لماذا؟ ربنا يذكرنا يا عبادي لقد أعطيتكم كل هذا أفلا تشكرون؟ أفلا يشكرون؟ هذه النعمة عظيمة كان الصالحون؟ أي حاجة كمد ليدوا؟ يقول هذه ربنا صدعها بيده وأعطاها إلينا أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ أي شيء؟ هذا اللباس الذي ألبسه هو خيط ولكن كان صوف والصوف كان عند غنم فربنا الذي خلق وهيأ وأعطاني هذا اللباس الطعام الذي آكله ربنا الذي خلق هو هيأ ثم وصلنا للطعام من لحم ومن خضر ومن ألبان وغيرها فكان الصالحون كلما مدوا أيديهم لشيء من المنافع والمشارب قبل أن يمد يشكر الله الذي أعطانا فإذا لم يستطع أن يشكر النعمة رفع يده كان بعض الصالحين يأخذ القليل من النعمة يقولت يرخوض مرحبا رعدنا بيفي مفتوح خوض ما تشاء يأخذ غير القليل يتقلل يقول لي لماذا؟ لا خالص أخذ يقول لك لا مش خالص لأن الفندق خالص لأنني لا أستطيع أن أشكر هذه النعم هذه النعم كثيرة لأننا نقدر نشكر عليها ربي ولكن الشيء أخرى وخالص لا أستطيع أن أشكر نعمة الله وربنا الذي قال أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ربنا يقول وأسفاه على العباد رغم كل هذه الخيرات والبركات تركوا الإله الواحد الأحد وتشبتوا بالآلهة تشبتوا بالأصنام والأوتان وتشبتوا بالإيديولوجيات البعض الآن يقول هذا الفيروس كورونا يقول ما سببه؟ هناك من يقول بأنه جند من جنود الله وآية دل على عظمة الله وقدرة الله والبعض الآخر يقول هذا فكر متخلف بل هذا الذي يقع إنما هو غضب الطبيعة الطبيعة تغضب ووقع فيه خلل فنشأ فيروس كورونا البعض يقول لا بد أن نحلل التحليل العلمي وأن نبحث عن هذا الفيروس وأن نقيم المختبرات الطبية للبحث ومن الآخر يقول مهما وضعتم من مختبرات طبية ومهما تكاتف الأطباء في العالم بكرمتهم ولو وضعتم جائزة تفوق مئتي مليار دولار لن تكتشفوا هذا الفيروس له دواء إلا إذا رجعتم إلى الاستغفار والتوبة لأنه أصلا هو للفت الانتباه للأنظار والرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى يقولون هذا كلام متخلف هذا كلام رجعي هكذا يقول ربنا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون مهما قدمت من الأدلة والبراهين يرفضون فربنا يقول يوم القيامة هذه الأفكار وهذه الأصنام كلها ستأتي يوم القيامة وهم جند محضرون تشهد عليك يوم القيامة تقول أنا الذي بي فسقت عن أمر ربي وخالفت دين الخالق عز وجل هذا الكلام كان في عهد النبي الكريم هناك جدال ونقاش وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه أنهم يقولون عن الشاعر وكذاب ومجنوم وساحر ومدعي سيدنا النبي كان يسمع هذا الكلام فقلبه ينجرح وقلبه ينفطر فقال تعالى فلا يحزنك قولهم إياك يا محمد أن تسمع إليهم لبغي يقول كلام غير يقول إنك على خلق عظيم يا محمد فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أي أن هؤلاء الأعداء والخصوم ربنا يعلم الظاهر والباطن يعلم ما يسرحون به ويعلم ما يخفونه من مقاصد ومن غايات ثم ربنا عز وجل مرة أخرى يعطينا الأدلة والبراهيم بعد أن تكلم عن النجوم والكوائب والكواكب في الحلقة السابقة وعن الأفلاك والبحار وعن المحيطات وتكلم عن الضر والمجر وتكلم هنا عن الحيوانات الأنعام سيتحدث عن قضية أخرى وهي النطفة نطفة المني الإنسان خلق من نطفة من مني تبنى ماذا قال أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فهدائه هو خصيم مبين الإنسان نصب نفسه خصما لله الله خلقنا وقد كنا عدم وأعطانا كل شيء السمع والبصر والفؤاد وخلق هذا الكون الجميل بما فيه من بحار وأشجار وهضاب وسهول وأعطانا زوجات وأعطانا أمهات وأباء ورزقنا أولاد وذرية وأعطانا رزق وأعطانا خيرات كثيرة المفروض أننا نكون عباد زغاد شاكري لله لكن هذا الإنسان غريب عوض أن يشكر نصب نفسه خصما لله تعالى أولا مر الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين خصم يبين خصمه رغم أنه خلق من نطفة ربنا يشير إلى أنه لا شيء أيها الإنسان إنك لا شيء أنت شيء بالإيمان أنت شيء بالقرآن أنت شيء بالتوحيد أنت شيء بالعبادة والطاعة لكن بلا إيمان ولا طاعة أنت لا شيء أنت أحقر مخلوق فوق الأرض لكن بالإيمان أنت أعظم مخلوق فوق الأرض وفي السماء أسجد لك حتى الملائكة والجن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هذه الآية كان رجل من سنديد قريش الكافرين اسمه أبي بن خلف كان فيلسوف وكان شاعر وكان أديب وكان كثير الكلام وهو الذي كان ينصب نفسه يتحدى النبي الكريم فلما حدثهم النبي الكريم عن البعث والنشور كان بين القوم في إحدى المجالس الكبرى وجاء بعظم رميم عظم قد أرمى عظم للإنسان سبحراشي فقال يا محمد أتعتقد بأن ربك يستطيع أن يحيي هذا العظم وقد سر رميم ثم فرت والركل ضغط عليه بأصابعه حتى سر رميم فرتت العظم حتى سرى مثل التراب فسيفساء فقال يا ربك يستطيع أن يحيي هذا العظم فنزل قول تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله تعالى قال لي خلق الأول هذا الإنسان لم يكن نحن لم نكن ربنا خلقنا من عدم ثم من تراب ثم من نطفة كل واحد بغير يعرف الحلق دياله يسوي الموبة نهارت زوجوا وتلاقعوا وكانت علاقة زوجية ثم وضعت النطفة من ماء ثم صار الخلق ثم أبدعك الخالق سبحانه وتعالى فهل أنت خلقت نفسك بنفسك أم الطبيعة الصماء البكماء التي خلقتك لا أحد ينكر بأن الخالق هو الله فسيدنا النبي مدى قال لأبي بن خلف قال أي نعم هذا العظم ربنا عز وجل يحييه ثم يبعثك ثم يحاسبك ثم أغلض عليه القول فقال ويدخلك النار لأنك يا أبي بن خلف تحارب الدين وتحارب المتدينين وضرب لنا متلسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جاء لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون شوف القياس العقلي العجيب ربي بدأ قال قال لك أجب الشجر بش يعطينا موقار بل الإنسان قال لك الذي جاء لكم الشجر الأخضر الشجر الأخضر ماذا كان بالله عليكم الشجر ماذا كان ألم يكن قطرات من ماء مثل الإنسان تو كان قطرات من مني تمنع هكذا الشجر الذي نراه كبير وضخم خشب وأخضر في الأصل كان قطرات ماء من السماء ثم التقت مع الحبة في التراب مثل الرحم مع الرجل مع ماء المرأة كذلك الله أنزل من السماء ماء فالتقى بالحبة فصار سجر والشجر صار أخضر ولكن بعد مدة إذا يبوس السجر ماذا نصنع به نقطعه خشب ثم نستعمله لتدفئة في الفرن ندخله النار هكذا الذي خلق من نطفه ثم صار إنسان معجب بنفسه وإذا لم يؤمن بربه ماذا جزاؤه هو أنه يصير مثل ما وقع للخشب الخشب يدخل إلى الفرن فيحترق لأنه لا يصلح لي شيء الخشب الجيد نصنع منه أبواب وطاولات وكراسي ننتفع بها لكن الخشب الغير جيد يقطع ويرمى بفننار هذا في الدنيا هكذا ولله المثل الأعلى يفعل بالإنسان إذا لم يكن قلبه حي بذكر الله ولم يكن مستقيم على الطريقة المتلى إلى أن قال ربنا عز وجل الذي جعلكم الشجر الأخذر نارا فإذا أنتم منه توقيدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ربنا يسهر منهم قلبك تعطوني أمثلة بسيطة أمثلة بإنسان بشجر بأنعام انظروا أكبر من ذلك ارفعوا ارفعوا السقف ديالكم وانظروا إلى الأعلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض من خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر وهذا الكون الفسيح من خلقه إنه الله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق كل هذه الكواكب العظيمة الجليلة التي لا حدود لها ما عندها نهاية هل يعجزه أن يعيد خلق الإنسان ربنا هنا يريد أن يكرر عقيدة البعث والنشور المؤمنين يعتقد بأنه بعد الحياة هناك موت وبعد الموت هناك بعث وهناك نشور وهناك حساب وهناك جزاء وهناك خلود فربنا يؤكد هذا إلى أن يقول في الختام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله تعالى لا يريد أن يكون لها البشر البشر لا يريد أن يقوم بشيء إنجاز ركي إذن انتخابات ومجلس ديمقراطي وكيكون مجالس منتخبة وكيكون حكومات ومن ثم يقلب على ميزانيات وكيقلب على فنيين ومهندسين وكيوضعوا لبروجي ومن البعض يقلبوا على شركاء دوليين ومن البعض يبقوا يتسنوا المراحل عاد كيبدوا في الإنجاز المحطة الأولى والمحطة الثانية ثم يقول لك المشروع من هنا الفين وثلاثين الفين وخمسين ما سيقع وحد دراسة كبيرة ومدة زمنية ومكانية كثيرة وجهود مضنية هذا البشر لكن رب البشر لا يحتاج لأي شيء ربنا إذا أرضى أي شيء يقول كلمة واحدة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا بغى ربي عز وجل يرفع لنا جميعا فيريس كورونا بكل موحدة الله تعالى ما يحتاج ندير جائزة ديال مئتي مليار دولار لكي يكتشف لنا هذا الدواء وما يحتاج طاقم طب كبير ودعاية إعلامية ما يحتاج ربي لك كل موحدة يقول فيريس كورونا انتهي توقف يتوقف بماذا يتوقف بأن نستغفره ونسبحه كلما سبحناه واستغفرناه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعباد الله تعالى ما يطلب مننا كثير ما يطلب مننا قيام ليل وصيام نغار ما يطلب مننا إلا تسبيح وتكبير ويطلب مننا استغفار وربنا قادر على أن يرفع عنا البلاء الناس لو انتبهوا لو انتبهوا في العالم في الصين وأمريكا وإيطاليا وفي التسعين دولة التي أصيبت بفيرس كورونا لو أنهم أقاموا يوما للصلاة والاستغفار حتى كل دين على دينه اليهود على دينهم والنصارى في كنائسهم والمسلمون في مساجدهم وغير المتدينين يدعون الله تعالى لو استغفروا الله تعالى نتوقف في ريس كورونا لكن الناس يبحثون عن أشياء أخرى ويغفلون إلى أن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا يسبح ذاته يقول يا عبادي ألا تريدنا التسبيح حالي العبادي يتكبرون كتقولي سبح لله يقول لك لا سبح لله ما كان عرفش سبح لله لا أريد ربنا يسبح نفسه بذاته العلية فسبحان الذي بيده بيده كلمة بيده ما معنىها معنى أن يد الله يد القدرة الله ليس كمثله شيء وهو السميع يعنيم بلا تشبيه ولا تكييف فيده هي التي خلقت الكون يده هي لخلقة البشر يده خلقة الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلقة الأنعام والبحار وخلقة الخلق والجنة والنار بيده يد القدرة يعني أن الوجود كله ما في أي شيء سوى يد الله تتحكم في كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء بيد الله فيروس كورونا نستطيع أن نوقفه بماذا أن ننخرط جميعا في التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار يتوقف هذه قاعدة معروفة كان الصالحون كلما جاءهم طاعون أو بلاء أو وباء أو جفاف أو غلاء أو هجوم عدو أو خوف ينخرطون جميعا في التسبيح والتكبير والتهليل ربنا هنا وكأنه يتأسف عن الخلق لقد أضل منهم جبلا كثيرا ما أرادوا أن يسبحوا فيقولوا عن نفسه وعن ذاته العليه يسبح نفسه لنفسه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل جين بيده وإليه ترجعون يعني نستعد أيها الأحباب نستعد جميعا نحن سوف نرجع إلى الله وربنا قد أقام علينا الحجة وأعطانا الكتاب الكريم القرآن العظيم وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي علماء وفي دعاة وفي صالحون ومحدثون وفقهاء بلا عد ولا حصر وسوف نرجع إليه ماذا قدمنا ما هو المطلوب أن نسبح يكفينا أن نسبح إذا سبحت لله تعالى هناك هرمون المناعة يأتي في الجسم لن تخاف لا مرض ولا سقم ولا غزو أي وباء أو فيروس إذا سبحت لله تعالى ربنا يباهي بك الملائكة فيرفع شأنك بين الخلق إذا سبحت لله تعالى ربنا يفتح خزائنه ويعطيك من بركاته فلنسبح لله جل علاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحق السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله